تعمل وزارة الصحة على تنفيذ مشروع حوسبة النظام الصحي الأردني للأم والطفل في محافظة المفرق بتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية ومركز أبحاث التنمية الدولية الكندي ومع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية تكمل أهمية هذا المشروع في القدرة الأكبر لدراسة أكثر واقعية لإحتياجات المرضى الطبية والدوائية وإيقاف الهدر الدوائي مما يساعد على تخفيض أسعار الأدوية بالإضافة لحفظ وقت وكرامة المريض نتابع مشروع توفير سجلات إلكترونية مؤحدة للصحة الإنجابية في محافظة المفرق والاستغناء عن المعاملات التقليدية في تسجيل بيانات المرضى يهدف في المقام الأول إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بمتلقي الرعاية بما يحد من هدر الوقت والعناء بالنسبة لمقدم الخدمة سجلات الورقية الآن توفر بيانات محدودة ذات قابلية محدودة للتنفيذ في الوقت المناسب لإدارة الوضع الصحي وتحسين صحة الأم والطفل ولا يسمح بإجراء سياسات ووضع سياسات واتخاذ القرارات المناسبة الهدف العام من المشروع هو دراسة مدى الاستفادة من تطبيق نظام سجل منظم لصحة الإنجابية في محافظة المفرق لوجود معلومات الأم والطفل ضمن مستويات الرعاية الإنجابية المختلفة يعني السواء الأولية أو الثانوية يعني مراكز صحية أو مستشفيات يعتمد المشروع في مبدأ عمله على تطوير نظام تسجيل إلكتروني منصق باستخدام مناهج تشاركية ومبادئ توجيهية ثابتة من منظمة الصحة العالمية لتطبيقها في محافظة المفرق باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات المقتضة بالسكان المحليين واللاجئين منهم النظام الحوسب الموجود في وزارة الصحة هو مربوط في كل الوزارات وموجود في كل المراكز الصحية وموجود في المستشفيات الثانية فأسهل لنا وأسهل لا المريض ناحية توفير جهد وتوفير وقت وتوفير انتظار للمريض وخاصة الحوامل اللي هم بكونوا عندنا موجودين نعمل بطريقة لتأكد من تمييز الخبراء المحليين لتقديم الحلول نحن نتيح الحلول بشكل دائم ولا نرفضها ومع ازدياد أعداد المرافق الصحية في المحافظة بعد من الضروري الانتقال من مرحلة العمل بالقرائط الورقية إلى استجلات الطبية الإلكترونية للوصول إلى استجلات الخاصة في كل مريض عند الحاجة بكل سهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة تكمن أهمية توحيد وتنظيم سجلات الإلكترونية للصحة الإنجابية توفير الوقت وجهد للأم والطفل ومقدمي الخدمة أيضاً من خلال الرجوع إلى البيانات في أي منشآة صحية سنرقط من المملكة المفرق ومعنا مديرات مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة دكتورة ملاك العوري دكتورة صباح الخير وأهلاً سهلاً فيك معنا يسعى الصباحك يسعى الصباح المشاهدين شكراً للأستطافة أهلاً سهلاً فيك خلينا نبدأ بهيك نعطي لمحة سريعة عن السجل الوطني للصحة الإنجابية شو بيعني بشكل عام؟ طبعاً إنشاء سجل منظم للصحة الإنجابية في محاولة النفرق هو زي ما اتفضلت ممول من المركز الكندي للبحث الصحية وبتنفيذ من الانفينيت الشبكة الشرق أوسطية المجتمعية للصحة العامة بالتعامل مع وزارة الصحة طبعاً هذا السجل سيكون هو هدفه الرئيسي إنه كيف مدى الاستفادة من تطبيق هذا النظام للصحة الإنجابية والإحالة بين مستويات القطاع الصحي طبعاً بس الآن أنا بدي أعرف من حضرتك مفهوم الصحة الإنجابية بشكل عام لأننا نعمل له سجلات أو نحط فيه داتا أو بيانات معينة طبعاً شو المعلومات التي تكون متوفرة بهذا السجل؟ الصحة الإنجابية لها أكثر من مكونات طبعاً هي بتدخل فيها رعاية الحامل رعاية النفاس تنظيم الأسرة رعاية الطفل الأمراض المنقولة الجنسية الأمراض الجهاز التناسلي يعني فيها كثير كمبوننت أو كثير مكونات اللي يشتغل عليها هلأ هي بتخدم صحة المرأة والطفل بشكل عام عشان هيك هذا السجل كثير بيخدمنا بمنتابعة الحوامل والنفاس بس تكون هي سجلاتها موحدة بين جميع القطاعات الصحية للرعاية والصحة الإنجابية تمام يعني أنا مثلاً المراجع اللي بيراجع مثلاً بالمفرق بتكون كل معلوماته موجودة بعمان بأي مكان تابع لوزارة الصحة لأنه الموضوع صار محوسب صحيح هذه هي الفكرة من هذا الموضوع وهذا النظام ماشي مع سياسة وزارة الصحة وسياسة الدولة بأتمت حوسبة القطاع الصحي تمام هلأ ليش اخترتوا المفرق أنه يكون في هذا المشروع أو ليش اخترنا أنه نبلش الحوسبة من هناك بهذا المجال الخاص صحيح يعني بصحة المرأة والطفل طبعاً يعني المشروع هو هلأ مشروع يعني بايلوتينج تجريبي تمام وإن شاء الله إذا كان التجربة كثير منيحة رح تعمم على جميع المحافظات بس تم اختيار المفرق كون المفرق يحتوي على عدد منيح من إخواننا السوريين اللاجئين يعني تقريباً تالت محافظة وفيها تنوع من القطاع الحكومي والقطاع الخدمات الطبية والقطاع الخاص والإنجي أوز والمنظمات عشان هيك احنا بكون عندنا جميع القطاعات الطبية الموجودة بتنوعها بهذا النظام تمام يعني هلأ اللاجئين السوريين الموجودين بالمفرق كمان داخلين معانا كأردنيين بالسجل الوطني للصحة الإنجابية طبعاً هلأ هذا السجل رح يكون يغطي جميع المراجعين وكل الجنسيات بكل الجنسيات طبعاً هلأ كل الأمار أي حدا بيراجع أي مكان تابع لمزارة الصحة طبعاً بتيكون كل معلوماته موجودة هذا هو سجل طبي يعني بس تراجع سبت الحامل أو النفاث والتنظيم هلأ احنا بنتحل ها سجلات عندنا إلكترونية أو ورقية هلأ هذا السجل هو بدي يكون الهدف من هذا النظام الذي هو إنشاء سجل المنظم أنه يكون فيه نظام الإحالة. أنا تسجلت مثلا عندي تابعت بقطاع خاص أو تابعت بإنجي أوز أو تابعت بالقطاع الحكومي أو قطاع الخدمات. ملف السيدة يكون واضح ويكون متاح لجميع القطاعات لو صار فيه أي تحويل من قطاع لقطاع أو صار لمتابع أو ولادي. هذا الهدف الوحيد من هذا الموضوع؟ لا. طبعا فيه أهداف كثيرة. إيش همه؟ إذا إحنا حكينا على أنه أول إشي هو بنظم عملية توفر المعلومات. توفر المؤشرات لصناع القرار لعمل برامج. عمل دراسات. لوضع سياسات. بعدين نحن بالنظام الإلكتروني نحصل على معلومات أكثر من الورقي. وحفاظا على الوقت والجهد والهدر. وكرامة المواطن. نحن بصير عندنا نظام محاسب يتداول المعلومات بين القطاع الصحيح. بشكل أسلس وأسهل. وكمان إجراءات أفضل. يكون المراجعة مثلا راجعة قطاع حكومي. بعدين راجعة قطاع خاص أو راجعة خدمات طبية. بقدر يدخل على ملفها. بقدر يأخذ الإجراء الصحيح المناسب. أدي أخذ هذا الإجراء لإكماله بمحافظة المفرق؟. بصراحة هلأ هو ليس مكتمل بالإجراءات. لأنه هذا مراحل للتطبيق. تم بالبداية تقييم واقع الحال. بالنسبة لمحافظة المفرق. لكل القطاعات التي تقدم الخدمات الصحة الإنجابية. تم دراسة الأنظمة. تم تشكيل لجان فرعية توجيهية. تم دراسة جميع ما يمكن عمله بالقطاع الحكومي والخدمات والقطاع الخاص. وتم تجهيز كمان. خلال نحكي. البايلوتينج اللي بده تم بجميع القطاعات. والتعاقد مع. خلال نحكي كمان شركاء. كنا نطبق هذا النظام. أدي تقريبا أخذ معكم وقت. يعني كل هذا التحضير لغاية اليوم. هلأ تقريبا أنه هو المشروع لثلت سنين. لثلت سنين. لثلت سنين. أحوظ أننا من يوم واحد لثلت سنين نكون مخلصين هذا النظام. نطبقينه. وهذا لسه بمرحلة التجارب. هذا المشروع إذا نطبقه على كل مملكة بدنا خمسة عشر سنة. لا. هو بشيك الموضوع. هو أنه بدأ يتطبق هذا النظام ويبدأ يتطبق بجميع القطاعات. ونرى الأثر والاستفادة منه. طبعا هذه التجربة أو تنتقل لجميع المحافظات بآن واحد. أصلي إذا بحافظة المفرق لحال الموضوع يأخذ ثلت سنين. نعمل بواقية المحاطبات. نعمل بعمان نسبة سكان أعلى. سيكون الوقت أطول. أكيد هو سيكون التطبيق يأخذ وقت أطول. لأنه الآن صار في أخذ وقت لتقييم واقع الحال. وتقييم واقع الحال. إلكترونيك وتقديم خدمات. ودراسة البنية التحتية واللوجستية. وتشكيل لجان ووضع الداتة التي نريد أن نحصل عليها من النظام الإلكتروني. طبعا بعد ذلك تكون النموذج تم تشكيله وتم تطبيقه وتم الاستفادة منه لنقله لجميع المحافظات. هلأ بعد المفرق فيه محافظة معينة؟ نوعين تبال شو هذا المشروع فيها؟ أو لسه ما حطيته للخصة؟ لسه والله. إنه بعد ما نخلص من محافظة المفرق ونشوف الاستفادة من جميع القطاعات. ونشوف ستة تحديات الموجودة. ونشغل عليها ونطبق بجميع المحافظات. يعني بالوضع الحالي وكمية البيانات التي تم تسجيلها هلأ قدرتوا مثلا تعملوا مسح معين على الحالة أو الصحة الإنجابية بشكل عام للأم والطفل بالمفرق؟ المسح لسه ما صار. عساس أنه سنتهي التطبيق. إن شاء الله رح نشوف كيف كان قبل وكيف كان بعيد. والاستفادة منه. معكم مشكلات معينة مثلا بهاي المنطقة أكثر عن هذه المنطقة. ما مشاكلهم بالمفرق؟ طبعا كانت بعض التحديات أننا لدينا قطاعات محاسبة أصلا. لدينا قطاعات مع نظام حكيم الردي بوزاة الصحة. هي محاسبة ومؤتمة فيها. هلأ فيها قطاعات رح تشمل هذا النظام رح يشملها بشواصلها أصلا. طبعا هلأ تجهزي لبنية تحتية لتطبيق هذا النظام وتدريب الكوادر وتجهيز الأنظمة وتشكيل آلية موحدة لجميع القطاعات؟. إذا ما نحكي عن موضوع تجهيز الكوادر. هل أيضا تم تدريب مثلا الأطباء والممرضين الكادر الطبي بشكل عام أن يقدر يتعامل مع هذه البيانات؟. طبعا أكيد سيتم تدريب جميع الكوادر للتعامل مع هذا النظام الإلكتروني. والتعامل على آلية التحويل والتعامل مع المعلومات الموجودة. بما أننا اخترت المفرق لأنه برضو فيها نسبة لاجئين عالية. هل هذا النظام أيضا دخل بمخيمات اللاجئين موجودة أيضا بمحافظة المفرق؟. النظام هذا لجميع القطاعات اللي خارج المخيمات. اللي خارج المخيمات. كيف نأخذ المعلومات من جوة المخيم؟. جوة المخيمات. لدينا وزاة الصحة تشرف على كل الأعمال التي تقوم فيها المنظمات الدولية داخل المخيمات. وكل المؤشرات والمعلومات والداتا والأرقام. نحن لدينا وزاة الصحة في عندنا تواصل وضباط ارتباط. ويصير جميعها ومتابعتها. لكن داخل المخيم لا يوجد هذا الحكيم. لدينا هذا منخضوع سبرت. لحاله منفصل. ونحن نضعه بالداتا الموجودة. لدينا بالمراكز الصحية. لأن جوة المخيمات حركة التحويل للاجئين السوريين هي داخل المخيم. بين مراكز ومستشفيات داخل المخيم. هذا يتميز أنك كيف تتوحدي المعلومات والسجيل للصحة الانجابية بين القطاعات الصحية. بين الخدمات. بين القطاع الخاص. بين المنظمات. نحن بوزاة الصحة لدينا أنظمتنا. وعندنا سجلاتنا. وعندنا مؤشراتنا. ولكن لو كان عندي مراجعة بيتراجع بوزاة الصحة. راحت على الخدمات الطبية أو راحت على القطاع الخاص. ما بقدر يشوف ملفها. بهذا إنشاء السجيل تقدر أن هذا الملف يكون متاح لجميع مستويات القطاع الصحي لأقد القرار المناسب لستة الحامل والنفاس. وهذا يعطينا كثير استفادة أن نعرف وضع المريضة ونعملها إجراءات بين القطاعات المستويات. نشكرك مديرية صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري. شكراً لأقدم. شكراً لأقدم. شكراً.